قبل ساعات من احتشاد المد البرتقالي في الطرق المؤدية إلى ما يسمونه قصر الشعب سجل ارتفاع ملحوظ في أسهم تفاؤل العونيين باقتراب عودة عمادهم إلى قصر بعبدة وعلى أبواب عودة الرئيس الحريري من زيارة استطلاعية خارجية قادته إلى فرنسا بعد السعودية برز موقف للنائب وليد جنبلاط بقوله كفان سلالا فارغة وليأتي أي يكن رئيسا تغريدة جنبلاط قابلتها تغريدة توضح ما سماه سوء فهم للسلة إذ غرد قد يكون جرى سوء فهم حول قضية السلة لكنها نوقشت مرارا وتكرارا وهي متكاملة كما وضع أسوسها الرئيس نبيه بر في الحوار وهي أساس للانطلاق ولا تستكمل إلا بانتخاب رئيس وأرجو هنا في هذا المجال وبكل محبة ألا أستخدم ذريعة أو متراسا لأي حساب سياسي الجديد تواصلت مع مقربين من جنبلاط نفوا ما نسب إليه من أنه أبلغ مفوضي الحزب أن الإصار خلصت وأنه سيسير بعون وتقول هذه المصادر أن جنبلاط يرى أننا في حاجة إلى تسوية للخروج من الواقع المأزوم وتضيف أن لا مشكلة في أن يصل من يصل إلى الرئاسة ولكن خلصون من الموضوع وبسط كل ذلك أهل اقتربت الأمور من نهايتها وبات الرئيس الحرير قاب قوسين أو أدنى من حسم خياره وتسمية العماد عون رسميا الخيارات عم تندرس كلها ونتأمل أنه بوقت قريب نستطيع النصل إلى ما كان يتعاون فيه الجميع ويتحمل مسؤوليته الجميع وننتخب رئيس الجمهورية انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية هو أحد الخيارات المطروحة وليس الخيار الوحيد والكل يعلم ذلك داقة الخيارات خليني يقول أنه أخشى بهكذا طرح أن يطرح بهذا الشكل أن يكون الهدف من وراء أن ترمى الكرة في ملعب الرئيس سعد الحرير بأنه الرئيس سعد الحرير ما زلنا ننتظر جوابه لا الرئيس سعد الحرير يقول برم جال على كل المسؤولين والقيادات السياسية الداخلية بلبنان وظل على هنا السؤال بقاء الوضع على ما هو عليه ينظر بمخاطر كثير كبيرة ما العمل؟ ولما يقول ما العمل يعني مطلوب حركة ومواقف من الجميع وليس من سعد الحرير وحده التفاؤل العوني وجزم النائب عدوان بأن الأيام المقبلة ستشهد تطورا إيجابيا على الصعيد الرئاسي يقابلهما المستقبليون بحذر وترقب وباعتراضات داخلية وإن كان الموقف الضقيق لا يزال في حوزة رئيس الحرير نفسه سبب الأساسي لتأخر أي تسمية أو أي فراغ هو حزب الله وموقف حزب الله وعلى وقع المستجدات أرجاء الرئيس الحرير إطلالة تلفزيونية كانت مقررة الأسبوع المقبل وأرجاء كذلك رئيس التيار جبران باسيل زيارته لأستراليا التي كانت مقررة الثلاثاء المقبل لمتابعة التطورات الرئاسية دارين دعبوس قناة الجديد